بسم الله الرحمن الرحيم بأن هذه الشقيقة ليست بسبب السحر أو المس يتبع طرق العلاج المعروفة في الطب النبوي وفي الأعشاب الطبية أو الطب البديل ووضعنا أربع طرق أو أربع مراحل لعلاج الشقيقة قلنا عن طريق الهجامة وعن طريق الصعود بالقسط الهندي وعن طريق الفوطة النارية وعن طريق الموكسة الموكسة هي أعشاب مضغوطة اليوم إن شاء الله نكلمكم عن طريق طريقة علاج الخلعة أو القلون العصبي أيضا الخلعة أو القلون العصبي أيضا قد يكون بسبب السحر أو بسبب المس وعموما يكون بسبب السحر فالمصاب بالقلون العصبي أو الخلعة أو أي مرض كان أولا يتأكد عن طريق الرقية لكي يعرف بأن هذا المرض ليس بسبب السحر أو المس فإذا كان بسبب السحر أو المس يركج على العلاج عن طريق الرقية الشرعية حتى يزول السحر بإذن الله سبحانه وتعالى أما إذا لم يكن بسبب السحر أو المس لها طرق لعلاجها بإذن الله سبحانه وتعالى كما نعالجها نحن الآن والحمد لله رب العالمين التدليك عن طريق التدليك أو المساج كما يقال بالأعشاب الطبية والزيوت وعن طريق الموقسة والموقسة هذه أعشاب مضغوطة وعن طريق الحجامة الجافة والحجامة الرطبة الحجامة الجافة والحجامة الرطبة فالخلعة الطبيعية التي تكون بغير سبب السحر أو المس تعالج بالتدليك بالزيوت الطبيعية وتعالج بالموقسة العشاب المضغوطة وتعالج بالحجامة الرطبة الدموية وبالحجامة الجافة وقد نستعمل لها أيضا الحجامة المتزحلقة المهم هذه الطرق نعالج بها القلون العصبي ونعالج بها الخلعة بعدما نتأكد بأن القلون العصبي والخلعة ليس بسبب السحر أو المس وعلاجهم بسيط وسهل بإذن الله سبحانه وتعالى وعن طريق المداومة وتطبيق العلاج وعدم التأخير في العلاج يصل الإنسان إلى الشفاء وهذا ما أرد أن أقدمه لكم وبارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته